دشنا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة للمتضررين من الأمطار والسيول بمديرية بيحان بمحافظة شبوة ورحب مدرع مديرية بيحان محمد الفاطمي بتدخلات مركز الملك سلمان في مساعدة الأسر المتضررة جراء السيول والأمطار منوها بحجم الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المديرية ومتطلعا إلى زيادة مساعدة المركز للأسر المتضررة وتتمثل المساعدات الإغاثية التي قدمها مركز الملك سلمان في 149 خيمة و149 حقيبة إيوائية يستفيد منها أكثر من 890 فرد من المتضررين من السيول والأمطار في مخيمات النزوح بمديرية بيحان بزيادة الدعم ورفع الدعم وفقا ما تحتاجه هذه المخيمات من خلال زيارة منظمة أتلاف الخير الموقع فهي تلاحظ تماما المعاناة التي يعانوها خلال الأيام السابقة بعض المواد الغذائية في هذا المخيم الأشياء البسيطة موجودة من الدقيق والسكر تلفت عليهم نظرا لهطول الأمطار الغزيرة فلهذا نأمل أن يضاعف وأن تكون هناك مخيمات على مستوى عالي لكي يتاوي هذا الأسر حتى يفرق الله أزمته على الوضع في البلد بشكل عام ترجمة نانسي قنقر